104 ملايين مصري أكثر من 94 مليون منهم يعيشون في الداخل وأقل من 10 ملايين يعيشون في الخارج هذا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلان عن التعداد الجديد ترافق مع طرح إحصائيات دقيقة عن نسب التعليم والأمية والإسكان في كل المحافظات المصرية الشارع المصري استقبل هذه الأرقام بتباين شديد في الريف قرأ أهل بعض على أنها مؤشر خطير مطالبين بضرورة التنبه والالتزام ببرامج تحديد النسل أما في العاصمة فقد تعامل البعض مع هذه الإحصائيات باعتبارها رسالة موجهة للحكومة مطالبين الدولة بطرح خطة مدروسة للاستفادة من هذه الثروة البشرية عند حضراك السين مليار نسمة وفوق المليار وعايشين زي الفل أكله وشربه ما عندهمش أي مشاكل إحنا لو خططنا أساساً مش يبقى في مشاكل لأن الدولة بتقوى بعدد سكانها تمام؟ دي اسمها صروة بشرية فإحنا كلما نزيد ده حاجة كويسة مش حاجة وحشة بس حاجة كويسة لو إحنا استغلنا الناس دي استغلناهم للصح مثلاً تمام؟ إحنا عملنا مشاريع بين دولة مثلاً منتجة مش دولة مستهلكة الرئيس السيسي اختتم الجلسة بمطالبته بتشكيل لجنة عليا تضم الحكومة مع باقي مؤسسات الدولة ومع المتخصصين اعتماداً على بيانات التعداد ستلوب بكرة عمل طلالة لنا على التعداد ومؤشراته المختلفة لكن في بيانات كثيرة جداً محتاجين لنحنا نقف قدامها بالدراسة والأفكار والمبادرات لإيجاد حلول لها أو لاستفادة منها وأخيراً فإن لغة الأرقام تبقى عنواناً للواقع وما يعكسه من تحديات لتبقى جهود التنمية لاستعاب هذه الزيادة السكانية من أهم أولويات الدولة المصرية أحمد عثمان العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر